موسيقى مرحبا بكم من جديد قال وزير الدفاع البريطاني جافن ويليامسون إن جيش بلاده قادر على مواجهة التهديدات الروسية في السياق أعلنت موسكو أنها ستطرد دبلوماسيين بريطانيين وذلك ردا على طرد لندن لثلاثة وعشرين دبلوماسيين روسيا من أراضيها مبدئة استعدادها لبدء حوار جاد مع لندن في حين صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن الشرطة البريطانية قد تستهدف الروس الفاسدين الذين يدينون بثرواتهم إلى صلاتهم بالرئيس فلاديمير بوتين سيرجي سكريبال هذا الاسم الذي طالته محاولة التسميم على ما يبدو أنه سيكون عنوانا لغلاف تسمم العلاقات والحرب الباردة بين الغرب والولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى فقضية استهداف العميل الروسي المزدوج بغاز الأعصاب بدأت تتلف أعصاب المملكة المتحدة تجاه روسيا فكانت البداية بإعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ترضى بلادها لثلاثة وعشرين دبلوماسيا روسيا وإعلان المقاطعة لنهائيات كاس العالم التي ستقام بعد حوالي ثلاثة أشهر على الأراضي الروسية تيريزا ماي أشارت إلى أن بلادها ستجمد الوصول الروسية في بلادها أيضا كما أكد جونثان آلين مندوب بريطانيا في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن أن روسيا لديها تاريخ معروف في انتهاك القانون الدولي وأضاف أنها لم تمتثل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيموية لحق هذه التطورات تصريح حاد لوزير الخارجي البريطاني بوريس جونسون الذي قال علانية أن الشرطة البريطانية قد تستهدف الروس الفاسدين الذين يدينون بثرواتهم إلى صلاتهم بالرئيس فلاديمير بوتين القرارات البريطانية لاقت تأييدا من حلفائها لا سيما فرنسا والولايات المتحدة فنيكي هيلي مندوبة أمريكا في مجلس الأمن أعلنت مساندة بلادها لبريطانيا وتأييدها لجميع القرارات الصادرة عن لندن تجاه موسكو في قضية محاولة تسميم العميل السابق سكريبال في حين أعرب المندوب الفرنسي عن ثقة بلاده في التحقيقات البريطانية للوصول إلى حيثيات تلك القضية الرد الروسي جاء سريعا بقول خارجيتها أن الحكومة البريطانية اختارت المواجهة مع موسكو وأكدت في بيان مقتضب أن الرد سيكون قريبا واصفة قرارات الحكومة البريطانية بأنها استفزاز وقح ومتعجرف غير مسبوق مبدية في الوقت ذاته استعدادها لبدء حوار جاد مع لندن بخصوص قضية الجاسوس المزدوج وفي إجراء مماثل لما فعلته لندن أعلن وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن لتنذر هذه الإجراءات والاتهامات المتبادلة بين البلدين باندلاع حرب باردة جديدة قد تشهدها المنطقة مرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من لندن الكاتب السحفي غسان إبراهيم وعبر الأقمار الصناعية من موسكو المحلل السياسي فيتسلاف ماتوزوف مرحبا بكم إلى تفاصيل ضيفي الكرام أبدأ مع غسان إبراهيم من لندن التحركات البريطانية لا توحي بأن القضية هي مجرد قضية جاسوس سيد غسان تدويل القصة طرد دبلوماسيين مقاطعة المونديال مصادرة أملاكة وأراضي وربما مبالغ كبيرة لروس موجودين على الأراضي البريطانية برأيك إلى أين تتجه الأمور ولماذا كل هذا التصعيد مع روسيا هل القضية مجرد موضوع جاسوس ومحاولة اغتياله على أراضيها بمقدار ما تبدو أن القضية بسيطة أي مجرد جاسوس وتم اغتياله بمقدار ما هي أمر كبير جدا لدى البريطانيين هذه دولة عزمة تم المساس بسيادتها وليست كما الحال في سوريا روسيا يمكنها أن تفعل ما تشاء هناك تعربت كما تشاء تسمح للنظام الأسد أن يستخدم الكيماوي كما يشاء وهنا السؤال وهنا جاء السؤال يعني يحدث بين الدول وخاصة بين الشرق بين روسيا والدول الغربية الكثير من هذه القصص لا نسمع عنها ربما لماذا كل هذا التحرك وضمن أيضا تحت غطاء مجلس الأمن الدولي وهناك دول تتعاطف اليوم فرنسا الولايات المتحدة ألمانيا ودول أخرى هذا ما نتحدث عنه اليوم لماذا كل هذه الضجة والتصعيد في التحرك وصل إلى طرد دبلوماسيين أو ربما ضباط استخبارات سريين يعني يعني هو ببساطة كانت في العادة الخلافات ما بين روسيا والدول الغربية تتم على قضايا خارجية كالملف الإيراني الملف السوري الملف الأوكراني الملف الجورجي ولكن اليوم القضية أن روسيا داخلت إلى العمق الدول الغربية اخترقت سيادتها استخدمت غاز محرم دوليا يعني هذا اعتبارين خرق للسيادة استخدام غاز ممنوع ومحظور دوليا لذلك بريطانيا اتجهت لكل حلفائها وذهبت إلى منظمة حزر الأسلحة الكيموية لتؤكد وتقدم الدلائل على تورط روسيا أن هذا الغاز غاز مصنوع فقط في روسيا الشخص الذي تم استهدافه ذو أهمية كبيرة بالنسبة للجانب الروسي إذن بريطانيا متأكدة بأن الروس هم الفاعلون هم وراء محاولة الاغتيال لديهم الأدلة والبراهين المقنعة والكافية بالتأكيد 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 بريطانيا في البداية كان لديها بعض الشكوك في البداية لذلك لم تتخذ الإجراءات مباشرة ولكن اعتبارا من البارحة كان الموقف واضح أن لديها من الأدلة ما يكفي لذلك ذهبت إلى كل المنظمات الدولية إلى الناتو إلى مجلس الأمن إلى مجلس حقوق الإنسان إلى منظمة حزر الأسلحة الكيموية حشدت كل حلفاءها الأمريكي والفرنسي والألماني وصدور موقف متكامل ما تبعات هذا الأمر سيد غسانكي أن العلاقات الدولية تبعات هذا الأمر إلى أين يذهب اليوم ما الذي تريده بريطانيا والدول التي في صفها من وراء هذه الإجراءات إلى أين ستصل ضد الروس يعني أولا بالتأكيد رسالة واضحة أن على روسيا أن تحترم العلاقات الدولية أن لا تتصرف بطريقة تخرق سيادة الدول بالتأكيد أيضا هناك ملفات كثيرة الآن ستفتح مع روسيا لتصفية الحسابات أوكرانيا العقوبات الأوروبية الملف السوري الملف الإيراني هناك قضايا كثيرة شائكة يريد الغرب الآن تصفيتها وأعتقد أنها بمقدار ما كانت تبدو بسيطة أنها مجرد اغتيال شخص واحد بمقدار ما هي ملفات معقدة يجب الآن هذه القضية وحدت كل الصف الغربي بخندق واحد لفتح كل هذه الملفات وتصفيتها مع الجانب الروسي طيب سيد فيتسلف المحلل السياسي من موسكو مرحبا بك من جديد عندما تقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا لندن لديها ما تخفيه والشركاء متوترون ما هذا التلميح كيف يمكن أن نفهمه طبعا في موسكو وجدت النظر على ما يجري في جزيرة البريطانية النظر مختلفة تماما من نظر من لندن لأننا نشاهد هذا الحملة الذي جز من الحملة أوصى من بريطانيا أوصى من أوروبا هذا الحملة أمريكية أساسا المواجهة ضد روسيا معسكر الغربي لا شك أنه في صف الواحد ولذلك مش غريب بريطانيا سيدي تقول أن لديها أدلة على أنكم المسؤولون أي الروس عن محاولة الإغتيال محاولة إغتيال سكريبال وستقدم تلك الأدلة لمجلس الأمن لماذا دائما الروس يبدونا مستغربون ويتجهون إلى تحليل الأمور أو نظرية المؤامرة أو أننا نتغرض اليوم إلى حملة شرسة وما إلى ذلك من الغرب هناك أدلة على تورط روسيا والمادة التي استخدمت هي مادة روسية صحيح أنها توقف تصنيعها منذ الحقبة السوفيتية منذ التسعينات ولكنها مادة روسية ولديهم أدلة على أن روسيا هي من جلبتها إلى الأراضي البريطانية وأغازي الأعصاب تحدث عنه لمحاولة اغتيال الجاسوس الذي خرج بصفقة وهو محمي من الطرفين شوفوا عزة جاسوس الذي كان يشتغل الاستخبارات المركزية الأمريكية قال يانو هو كان يعلن عفو على كل جرائم إلى إله وبعد أن أعلن العفو هو انتقل بكل الحرية إلى الغرب وساكن في بريتانيا أو أمريكا أفا ولذلك هو قال أنه عنده هو شخص أساسي في اختيار هذا المد وإذا هم يقولون في نفس الوقت أن روسيا لوحدها تملك أسرار لهذه المد كيف ممكن أن نصد حتى هذا العبارة لأن هذا الشخص الذي يعتبر أنه وراء هذا المد هو موجود في الغرب 14 سنة هناك تحرق دولي سيد ماتوزوف هناك تحرق دولي غربي ضد موسكو وهناك أدلة يقولون وبدأت الخطوات التصعيدية بطرد الدبلوماسيين كيف سترد موسكو على هذه الخطوات هل سترد بالمثل وتكتفي بهذا الأمر إلى أين تتجه الأمور يتحدثون عن دلال وين تلك الدلال روسيا تطلب الدلال أنت تتجه الأمن الأمم المتحدة حتى تقول أن لديها أدلة وستقدمها لمجلس الأمن ولكن تعرف أيضا أن أجهزة الاستخبارات عندما تعمل لا تقدم الأدلة في كل القضايا التي تحقق فيها عندما تكون القضايا الدولية وأنت تعرف هذا الشيء إذا هناك ترحل بريتانيا الموضوع لمناقشة في مجلس الأمن لا يمكن أن يأتي إلى مجلس الأمن بالياد الفارغة من أدلة إذا لا يوجد أدلة لا يشغل البال للمجتمعين لأن روسيا اقترحت لبريتانيا أن يؤلف اللجنة الغير منحزة يعني منطقيا إن لم يكن لديها بريطانيا أدلة سيد ماتوزوف هل ستقدم على طرد دبلوماسيين وعلى الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وكل هذا التصعيد ومقاطعة المونديان وما إلى ذلك إن لم يكن لديها أدلة هل من المنطق كل هذا التحرق الدولي وننتحدث عن بريطانيا منفردة نتحدث عن بريطانيا فرنسا ألمانيا الولايات المتحدة حتى الآن يعني أنا ألاحظ هنا تساعد في اللحجة فقط من بريطانيا حتى دونالد ترامب أيد بريطانيا ولكن هو عبر الشكوك في وجود الأدلة هذا كلام دونالد ترامب شيء آخر يقولون أن هناك التساعد في علاقات روسيا مع الغرب صحيح ولكن هذا ليست أول مرة نحن نسمع الزيادة للأقوبات أقوبات نحن طيب روسيا روسيا لم تجبني كيف سترد على هذه التحركات الغربية واضح تماما عندنا التجربة الماضية في ألف تسسومية وواسابين بريطانيا طردت مية وخمسة ديبلوماسي روسي فورا روسيا طرد الاتحاد السوفيدي طرد مية وخمسة الديبلوماسي أمير في خمسة وثمانين خمسة وعشرين ديبلوماسي ترد نصل الآن ثلاثة وعشرين أنا أكيد أن بعد مرور أي كانواد يترد ثلاثة وعشرين بالدب ديبلوماسي بريطانيا من روسيا ليست لدي روسيا احكمام الكبير لموقف بريطانيا علاقات بين روسيا و بريطانيا مش واسعة إذا بيطردوا أو يعتقلوا ممتلقات للناس الأغنية لموجودة ممتلقات أو حسابات في بنوك البريطانية شعب الروسي يشكر تيريزا مي على هذه الخطوة لأن روسيا ليست مع هؤلاء الناس تقصد أنهم فاسدين أشخاص فاسدين وبريطانيا تقدم خدمة لروسيا بحجز على أموالهم أهلا وسهلا نعم غسان إبراهيم بدقيقة لو سمحت إلى أين تتجه الأمور وهل يمكن أن نشهد جبهة أوروبية كاملة خاصة مع الاجتماع المرتقب ضد روسيا ومزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا بالتأكيد يبدو أننا نتجه نحو يبدو أننا نتجه نحو حرب باردة الاتحاد الأوروبي جميعه سوف يصطف مع بريطانيا ليس محبة ببريطانيا بل كرهن بروسيا التي اعتدت على العديد من الدول الأوروبية اعتدت على أوكرانيا اعتدت على جورجيا وبنفس الوقت هناك تصعيد من كل هذه الدول وأذكر ضيفك سيد متازوف أن ترامب كان موقفه تماما كموقف تريزا مي هناك بيان صدر من أربعة رؤساء دول من ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وأخذوا نفس الموقف بمعنى آخر هناك جبهة موحدة من الدول الغربية والدول الأوروبية ضد التصرفات الروسية التي غير مقبولة لا دوليا ولا دبلوماسيا وأعتقد أن تقزيم القضية أنها مجرد خلاف بريطاني روسي هذا الأمر غير دقيق بل أنه سوف يتجه نحو مزيد من التصعيد فالبريطانيون بارعين في حشد الجهود بارعين في قيادة حلفائهم من الأمام ومن الخلف شكرا جزيلا لغسان إبراهيم الكاتب الصحفي كنت معنا مباشرة من لندن وكل الشكر لسيد فيتسلاف ماتوزوف المحلل السياسي كنت معنا أيضا مباشرة من موسكو كل الشكر لكم مشاهدين ومستمعين على طيب المتابعة هذا حلقة جديدة الأسبوع المقبل حلقات جديدة من تفاصيل انتظرونا وتابعونا دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة